قاعدة أريتها بزمانه بكتاب أميركي إنه الإنسان إذا بده يجب كل الأمراض إنه إذا عرف يأكل أكل اللي ما له مطبوخ أكثر من المطبوخ هذا إذا عودت حالي إنه 3-4 يومي بأكل أكل مو مطبوخ سلطات وشيني وهدولة والطبخ يكون ما بيتجاوز 20-30% بحياتي اليومية أنا قبرت الأمراض قبر صباحك وأنا يعني سعيدة اليوم جدا 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 بتواجدك معنا نحن منعتبرك من عيلة ويك أب مية بالمية من أول ضيفاتنا لما انطلقنا من جديد ووشتك خير علينا يسعد لي صباحك وأهلا وسهلا أخصائية التغذية دكتورة ثواب الغبرة يسعد صباحك يسعد لي صباحك أنت لسانك سكري اليوم دخل قلبك فيه دخل قلبك دخل قلبك بوجودك بس لقي ناس طاقتن حلوة صراحة بيتأثر المزاج يعني نحن الله يبعدنا عن ناس النقدة يا رب ويقرب كل الناس الحبابين الحلوين لألنا إن شاء الله الله يرفع زبزباتك أكثر وأكثر سبعة سبعة إن شاء الله يهرب كيف أمورك إن شاء الله تمام الحمد لله شو الأخبار أنا ميحة الحمد لله مدام عم بسمع الصوت الحلو تسلميلي تسلميلي الموضوع اليومنا نحكي فيه هو يعني موضوع يعني هو صراحة بلبك بيلاقي واحد بس يعني يحلل أو يقول له دكتور طبيب وأنه هو معه سكري يقول له أيوة يأتي الدايا وبيصير بقى بده يفوت بنظام جديد بالحياة وبالأخص تغزويا تغزويا والأكل اللي أنا اللي لازم قرب منه ولازم بعد عنه بالمجمل حقيقة التغذية عند مرضى السكري قديش حقيقة دكتورة سواب إلها دور وعلامتها وإشارتها فعلا أنا بالفعل هلأ لك لألك نحنا ما مندير بار نعاحة عنا وعلى أكلنا إلا لا يصير الدكتور يجي إنا أنت معك كذا تمام أنت معك لزا أي حلال تماما هو حمال نحنا لنوع على الأرض نتبه للتغذية وهي صح هلأ شوف الجسم بيعطي إشارة اثنين ثلاثة أربع ببلش بقى بيصلخ مخالفات تمام هلأ الجسم هي شيح نعمة من نعم الله تعالى علي للبني آدم قاعد الإنسان قاعد وقالفه وصله سنين وإيام اللي ما بنتبه هلأ الأشياء هاي أساس الأمراض كلها هو هرمون الكورتيزول هرمون التوتر حتى أنا بقول اللي بيجيب مرض السكري ومرض الضغط ومرض الكوليسترول والأمور هاي كلها طبعا لأنا نحكي تغزوي وهالأصاص هاي تماما نحنا بس نحنا ما منخلي لجسم لأنه فكرة أنه نحنا شو ناكل حتى تكون ردة فعلنا ما تكون عنيفة على أعصابنا تماما أنا بقول مرض السكري مرض أساسه جهاز عصبي مع استعداد وراسي آهو غير الأمراض المناعية طبعا في مرض اسمه النوع السكري النوع الأول هذا مرض مناعي بالأساس مع استعداد بس يعني كله بيصب بناحية شوفي أمتى إجا للإنسان انتبه على سكره غير بعد زعلة أو حزن أو صدمة أو هاي حتى كان بنوعينه تماما يا أدمر جهازه لتبع البنك الرياس الجهاز المناعي تبع البنك الرياس صاري هاجم له جزر لانجرهونس يا أما صار عندي استقبلات الأنسوني بالخلايا تبعه فيها ممانعة عالية وصار السكري النوع الثاني هاي رقم واحد رقم اثنين هون ساعته بدأت تبلش بقى لا كله معروف العوام بتلك انه خفف سكريات خفف نشويات مترجي شو بعرفني هاي القاعدة مو انه انا هي مو صح على مو من صح هاي ولا الها علاقة بقصة مرض السكري قصة لانه في شي انبخش بهذا الدلو انا مو حل اني ما عبي الدلو يعني اي انسان بده يتعرض هلا اكلته بروتين احيانا ممكن ترفع سكر بس اجمالا الفكرة الاساسية اني انا اعرف كيف اتعاطه هلا ما عدم تصريفي لهذا السكر بالدم يعني نحنا عنا وقت بيصير مرض السكري مو عنا مشكلتي انه انا اكلت صندوشة جبنة ولا اكلت قطعت قاتو ولا اطعت قطعت هريسة اه لك انا عندي مشكلة بتصريفها يعني انا من نسبة لالي هاي الفرندة تصريف طبع بلو عطا سكرت سواء انا شطفتها ولا سواء نزل عليها مطار ولا سواء عنديها فيه بدي يصرف دي يفوت هذا المي على الجسم بس انا هذا ما عتصرفته انا تصريف السكر بالجسم هون بيصير الخلل فيه هذا الدم وقت بيرتفع السكر تبعه وما تصرف اول شيء بيدمر شيء اسمه الجهاز العصبي لذلك بتستنفر كل الاعضاء الجسم متل ما بيحطوا متل جرس انسار لكل الجسم لذلك اول ما بيعلق سكر الدم اول شيء فيه بيصير فيه بتهبط المناعة لذلك نحن منقول اذا انت رب العالمين كرمك واكلت قطعة هريسة ومشيت امورك بالسليم تحمد ربك الف نعمة لانه فيه مين صرف لك ياها بس انت عمت تهري المناعة تبعك مو يعني انه العالم ما تظل الله قطعت حلو زريفة بس حاول انك تساعد جسمك على تصريفه هذا بشكل عام ولا عند مريض السكري تحديدا ما عند مريض السكري واضح الزمور تبعه تتزم امير يعني انه مشكلة ما في عنده تصريف فبيصير عندهم مشكلة بقى بيروح بقى على التهاب الاعصاب لانه ارتفع سكر الدم اول شي بيضرب الاعصاب الطرفية ثم الاعصاب العادية بعدين بيبلش عندك الاعضاء التنهار منها شبكية العين الاطراف الحركة حتى العملية الجنسية حتى مع الاناس بتصير عندك المسانة حتى ما بتعود تمسك المصرة تبعها التهابات بكل النواحي غير هيك غير هيك في شيء اسمه الجسم بيتجه لاخذ طاقتهم واقع من السكر لانه السكر ما عم يفوت على الخلايا صار عنده خلل دخول للخلايا بيروح بيأكل من العضلات من البروتينات الهامة بجسمه بتلاقي مريض سكر رجلي مثل دبوس القاضي نحافة كتير كتير اطرافه نحافة كتير كتير المادة الدعمة بجسمه عم تدوب وهو بطنه هيك سبعة متر لقدام لانه دهنه عم يتراكم وهيك اهلا مريض السكر هو دوري على مرضى القلب سبعين بالمئة منهم مرضى سكر ليه لانه صار عندهم مصطنون الطاقي وقود الطاقي طبعا عضل صاروا يحرقوا عضلون ليعدوا يركزوا يتحركوا يمشوا فشو اللي بيصيب تعلق الشحوم السلاسية فوران؟ وبيعلى الكوليسترول وهالقصص هاي بتسكر الشرايين لانه هذا كأنك عم تدفي بيصوب بعواد ما تحطي لها مازوت عم تحطي لها كوشو فبيصير المخلفات طبع الحرق هي الشحوم السلاسية بتسكر شرايينه فدوري على مريض القلب تلاقي تلت ترباع المرضى سكر هاي شرحي للحال ودوّريني ودوّخيني على مورا ودوفي فينا يا دنيا طيب دكتورة سواب قبل ما نفوت أنا معك بتغذية الناس اللي مصابين بمرضى سكري بالشكل الخاص خلينا نحن نحكي عن الناس اللي ما عندها هاي المشكلة من الأساس بيقول لك والله الشخص أنا ما بقدر مرء لنهار بدون ما أنا آكل لي قطعة حلوة وانا بأكل قطعة حلوها ليش؟ ما عادي؟ هلأ ايه بس يعني هلأ أنا في شيء ما عندهم أوفر ويت مثلا وشو الحد الطبيعي نحن لحتى جسمنا ياخد كيفايتو من السكر بشكل يوم؟ أنا أنا عادي بحكي نظر مشان امتنع عني هلأ أنظمة الكيتون ظهرت أنظمة أن تقول لك زيرو شوغر هذا مدمر هذا شيء طيب نحنا مقدمنين لك نحنا مخدرات عنا يا هذا السكر يعني نحنا من سنة من أعملنا أني تعاني أكلة بعد حليب القمشة دحشورنا يا بترنا مشان نسكت هكون واقعية يعني يعني الدماغ السابع تبعنا بيطلب سكة أوكي تركيزنا دراستنا سكر العنب غزاء الدماغ هلأ مو يعني أنا عم بحكي أنه عم بحكي واقعيا سكر العنب طبعا سكر العنب هو سكر الدماغ حتى يعود يركز وتحفظه ويعني أنا عم بحكي أنه لا يوجد بديل للأولى الدماغ بس إجمالا هو وقوده يعني هذا أنا عم بحكي حكي شيء اسمه واقع أوكي تمام تعي شيء للسكر بين يوم تانينها بدي يطبق كيتو لا فواكي لا سكر بتحسي عم تنزعي هيروين صعب كتير يعني نعرف شيء هيروين يعني شيء بتحسي للمزاجك تقابل هاي في شيء اسمه حد طبيعي منطقي لو كان أنا أساسا هذا السكر مادة له هالدرجة مدميرة ما كان الله خلق ليها بالفواكي تمام ما في شيء الله بيخلقه عباس يعني صحيح بس إحنا بناكله بطريقة السكر الأبيض السكروز هذا يلا فايت مع نترات سوديوم لي بيضوه سكر الأبيض اللي عم يلمع هايكي اللي معلمع هذا كله معالج بنيترات السوديوم هذا البيض أطرو سكره كربو وينري شو يعرفني صار أفيون طبعنا هذا كله هذا دمان شامل فيما بعد وبيجيب الشيخوخة وبهالأساسي هلأ نحن عم نقول قطعة واحدة قطعة حلوة إذا أنت إلى رب العالمين كارماك بصحة بعدها يا عمي حاببت كتير تحافظ على صحتك ساعد جهازك رضمي ما يفوت كل هالسكر شوية تخلي التفاح بعد أي واجب نشوية أو كربوهيدراتية تخلي التفاح طبيعي هون لحاله يخلي التفاح ما بيخلي سكري كتير يمتص بالإسنيعاشا يعني ما بفوته أساسا على دمي مو أبلع أسبارتم وسكرين لا وكل شي للسكرين هلأ ما عليش سكرين ما عليش أسبارتم يقول لك يا عمي هذا نفسه بيحفز بعد فترة إذا تعود الجسم عليه كمان بي في شي اسمه عنا بالجسم اسمه الفعل المناعكس الشرطي كنا ناخده وقت نصف عاشر وقت كنا صغار كانوا يرنوا للكلب بالجرس يصير اللعاب وشو يخلي الجرس باللعاب كمان على المدى البعيد الارتباط طعم السكر الحلق اللي بدماغي مع دخول الأسبارتم حتى لو ما هو إلو نفس التركيب الكيميائي للسكر بيفيق الأنسونين بجسم نفس الشي يعني بيصير إلو تأثير فترة بيصير يعني خلص بيعملوا وبعدين إلو أضرار أمري من السكر لأنه هو جزيء ضخم بدايق الكليه هلأ في دراسات بتقولك لا مو بهالدرجة الدقيقة هاي بس أنا مالي كتير أبدا مع المحليات الصناعية أبدا أبدا ما معها يعني بيقولوا لك لسه الرمض أحسن للعمة بس فيه فإذا عفوا أنا يعني نحنا فإذا فينا ناخد سكر فينا ناخد حلو شو الوقت الأصحة دكتورة صباحا طبع يعني أنت بعد الساعة سبعة المساء إذا أنت متدرب على قاعدة لا تدخل لا نشويات ولا سكرية وتخليك هيك صايم فيها لتاني نهار على فنجان أهدك أخذت حلوة تبعك ما عندك مش كليه ما عليشي لأنه بيكون صرفها جسمك الله معد الجسم لتصريف السكريات وحرق القصاص هاي بالعاكس تماما أنت بتكون عايش حياة منطقية ومعتديلة أما الحرمان أطعت كيلو كنافين بآخر الليل هلأ عيد الأم هلأ عادتنا فاضح عيد الأم بعد عيد الأم ونشتغل نحن بيجو لعندك بعد عيد الأم جاي رمضان يعني كمان هذا غير شكل هذا إن شاء الله ينعاد عليك بألف خير يعني إن شاء الله يا رب العالمين سوى عيد الأم ورمضان وكل الأوقات المباركة يا رب عيد الثاتة وعيد الحمال أكيد أكيد نحن نحن نحبكم كتير وبدنا إياكم تبقوا معنا بخير وصحة منقلكم نديري بالك ومات زيادة كتير حلو وبالأخص إنه في منهم حتى ما بيعانوا من السكري ولكن فجأة على كبر دكتورة بتلاقي إنه صار معاها سكري طبعا من كتر ما منكون خلال كل هالعمر عم نحمله همومنا بس السكري والله أساس والتوتر كل شي والله بتحسي كل الأمراض يعني كل العالم تسألني هات الشي ينتبه الواحدة لما في حدا بده ما يطلع له واحد ظريف خلقته كل يوم عقل ما يقل يعني سبع مرات بليوم بس في تعليمه بالكمبيوتر حلوه اسمه تجاهل مهارة هاي مهارة أحسن من مهارة تعلم اللغة اللي ينزيل مئة بالمئة إذا عرفت تجاهل هذا الكوكب اللي بيرفع لك الكورتيزول هاي تمام انت مرأت في الحياة تمام خلينا نروح لعد مرضى السكري ونساعدهم بعد إذنك دكتورة سوابلة حتى يكونوا تغذويا انه نقرب على هيدا نبعد من هذا في بعض الأمور مثلا هيك منعرف دائما أخصائيين تغذية أوقات بيكون في عندهم فلسفات معينة أمواد معينة بتساعد على حق السكر بشو هو عشو لازم يعتمد أساسا بغذاءه اليومي برأيك هذا نفوت بالمفيد مريض سكر أول شي توليش عندك يا سكر بسيط وبلش دكتوره يعطيه منظم سكر لأنه بالدرجة الأطباء لأنه صلى الأنسلين بعيد الشر منه هلا صار عنا هذا المرض دخل بالحياة طبع المريض وهالقصاص هاي وبلش يعرف إنه هو تشور نايف سيخص صيب أول شي لازم كل شهر شهر ونص يراقب التراكمي مو كل أسبوع يراقب التراكمي التراكمي ما بيتغير إلى كل تلت شهور إذا غير نظام حياته أول شي بيشوف جسمه إذا عم يتراجع عضلياً تمام فوراً بيعمل هذا الشي اللي أنا حقله عليه عنده بالامتناع عن الهي فوراً يفوت الأشياء اللي فيها لنخليك يعيش حياة طبيعية سبعة المساة ما بقى يفوت على جسمه غير عناصر فيها بروتين وكالسيوم لماذا؟ لأنه حتماً دكتوره سيأخذ له أدوية خوافة سكر بالليل تمام؟ إن كان عنده دواء أو شيء يغضي النظر عن الأنواع وخاصة إذا كان عبيد سوصل لمراحل الأنسلين فيه شغلتين بديو ينتبه لعنده يا مريض السكر الدم تحليله عضلاته عصابه مدما عم يراقب ومدري شو بيعرف هيك نحن نهتم بعيوننا يجب أن يهتم بنظره ثلاث أضعاف عن أي إنسان طبيعي على تروية أطرافه يعني هذا الإنسان تتروية للنهايات الطرفية تبعه صارت الثلاث عن الواحده الطبيعي يجب أن يعمل مغاطس من الخل التفاح لرجله لأطرافه حتى لا يبدأ يهجمه التنميل والخدرات لا سمح الله، ما آخرية السكر؟ إذا لم أعرفت أن أمشي صح؟ معاً أطراف عم لا يجب أن تتروية لأي عضو أو أن يضرب شبكية أو العصاب لأننا نتحدث عن سلوكيات ضرورية سواء كانت تغذوية أو حضرتك أولاً مراقبة مراقبة ثاني شيء يسعى أن عضلاته يتدوب لذلك يبدأ يعمله شوي تمرينات مقاومة ينتبه على تغذيته كأصاص المرأة اللحم لا يرفع السكر كثيرا. القصة الثانية إتجاجة المسلوقة بدون جلدها. هذه مواد كثير مهمة للمريض السكر وليس ترفع السكر. يحافظه على كتلته العضلية. يضل عم يمشي يحمل أوسان قاعد على الكنباية يحمله شنتاية ولد صغير برجليه. يقوي أربطه مفاصله. يعمل مغاطس من خل التفاح. ليس عن التروية الطرفية. عزرا العملية الجنسية تضعف عند المريض السكري. يكون عنده تروية أطراف يتم بفيتامين B12. هذا موجود بسودة الخاروف. يعني بالأمور تبع الكبدة. كمان بقطعة لما في عنا لحوم حمراء ما فينا نسترجع نقولة بهالوقت. قطعة جاجة صغيرة عندياها تنسلق تنحط. شوية اهتمام بالأعصاب. الأعصاب اهتمام فيها. هي عملية حركية مراقبة. إذا كانت الأطراف الحركية تحملي عليها شوية أوزان ومقاومة. ينتبه لشيء اسمه الشحوم السلاسي الأكل اللي فيه. اللي بالمازولة بالهي هذا على عيني وراسي. أحلى شيء بالموضوع بهالأزمة. إنه صار إنه سعر زيته للنباتي قد سعت زيت الزيتون. أنا مبسطت فيها. ليش؟ وشان العالم يروح على زيت الزيتون. زيت الزيتون. هلا ما بينقلا فيه معارفت. بعرف أنا هيك. بتي إليك. بس يعني ما بتتخيلي الزبايل التي تنتج والأمراض والكوارث عن زيوت النباتي. هاي اللي بنقلي فيها. لأنه زيوت ما بقدر إليك إنه هي مو زيوت مهندرجي. هي زيوت عند قابليتها لتحول للراديكالس. هاي أعلى بكتير من الزيوت. تبع زيت الزيتون بشكل نظامي نعرضه للحرارة. هلا فينا نصير نعرف اسمه فيه اسمه طبخ بجوزاز الزيت. ايه فينا. فينا. طبعا فينا. بس أنا ما بقول أنا بحط الزيت الزيتون على البارد لأنه حرام ينطبخ فيه. بس هلا الشغلات اللي بدي قلي وهي نبعد عن الأشياء اللي فيها هي. في قاعدة قريتها بزمانه بكتاب أميركي إنه الإنسان إذا بده يجب كل الأمراض إنه إذا عارف ياكل الأكل اللي ما له مطبوخ أكثر من المطبوخ. هذا إذا عودت حالي إنه 3-4 يومي باكل الأكل مو مطبوخ. سلطات وشيني وهدولة. والطبخ يكون ما بيتجاوز 20-30% بحياتي اليومية. أنا قبرت الأمراض قبر. يعيني يعيني يعني يعني هذا الحكي. وهذا الحكي كتير ينطبق على مرضى السكري صراحة بشكل خاص إذا بقدروا يعتمدوا على الموضوع. شوفي شو كمان الخطر الخبيق. إنه مريض السكري بمنعوه إنه يصوم. اي. هلا أنا مو مع هالنظرية. شوفي ليش اللي اللي اللي. هلا أنا اللي بيرفع السكر بفترة الصيام حتى ما كن خبي عليكي إنه هو الإنسان بتنقص الكتلة الماء بدمه. من فترة ما هي خاصة بصيام الساعات الطويلة. تمام. فبيرتفع تركيز السكر بالدم مولا خلال البيولوجي بالعكس الصيام من أكتر الأشياء اللي بتنزل السكر التراكمي. لأنه الخلايا بتصير بتدور على الأشياء تحرقها. بيرتفع يعني شيء اسمه مقاومة الأنسليني بتنزل عنده وقت الإنسان صعيم. تمام. لكن أنا مع إنه الأول أربع خمس أيام بالصيام لمريض السكري بيلاقي سكر دم وارتفع لأنه بتنقص كتلة الماء بعد فترة خمسة أيام من الصيام بيلاقي العكس السكر عمين زي. هلا أنا مو مع يعني أنا إشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يطلع من هذا المرض يعني أنا بلاقي أنا ما بجرب تجاربي برمضان بس يعني أنا بلاقي بحيث أنه في حال أنه أنا عشمته في حال صار معه شوي اضطراب ارتفع سكره فيه يفطر وياكل يعني عرفتي كيف أنا هذا اللي برأيي إنه إذا أنت لسعته سكرك تراكمي فقط بين الستة ونصبعة إلا أجلب صوم يا عمي أول يومين لحت تدايق مني بس بعدين بتلاقي حالك نجحك يعني إذا هالخمسة أيام مريض السكري يحب يصوم ويتحملهم ويراقب بعد هيك رح يلاقي انخفض السكري بعدين إذا صار شي معه فيه يفطر لأنه كل الأديان محللت له كل المزاهب محللت له تمام تمام بس مو غلط إنه يحاول يعني نعرفتي كيف عليها هي نقطة النقطة التانية اللي بدي أول عليها كنا عم نحكي عن شغلة كتير مهمة نسيت أحكيها بس تذكرها القصة السكري إنه فعلا إنك كلمة بديك تخلصي منه بدك تعاودي جسمك إنه يكب الكركبة تبعه لذلك قلت لك لصيام هو كتير بيفيد كتير بيفيد طبعا خاصة صيام المتقطع يعني هلأ حلعوته بس أنت متأكل الأخضر واليابس على المغرب فات الأدويت اللي كنا عم نحكي عن شو من نفيده لمريض السكر أهم شيء عنصر لمريض السكر هو الكاليسيوم ليه الكاليسيوم مثل الأسنصير لأنه مريض السكر عندك يا سكر وكيف واحد مثلا تلاقي أكل شغلة توتر شغلة سمع أخبار شغلة طلعت سكر ومثلا من تقريبا إذا كان هو بصيامي 120 صار تقريبا بال420 تمام وجنة الأعصاب معه وقامه ونهارة المناعة وكل هالقصص يعني يا بتلاقي بالطابع السابع يا بالأب والخامس طب هادا شتون بيحمينا من هالاختلاف هادا بشو بيعمل على العصاب تلف للنهايات العصبية مشان هيك أعصاب مريض السكري أول شي بدويدارية فشو اللي بيصير نحن عنا من قل له خوض أكل فيه كاليسيوم الكاليسيوم عندك يا أمان لألك مثل الأسنصير بيخلي سكرك لا يطلع على سابع طابة ولا لا يهبط لأنه يا لطيف إذا كان آخذ عنده بيعتمد على الأنسوني وآخذ له أكل عندك يا بلل ورايح نايم وهابط أنسلينو للخمسين وفيه لسانه تألان يعني ما فيه إلون عطوني سكرة يعني ما عاد عنده حل تاني غير يبلع فنجان قهوة قطر حتى يرجع تحكي أعضاؤه ووصفه هاي مشكلتي معه فالكاليسيوم أمان مثل ما بيقولوا هذا الإطار طبع اللي بيصبحوا فيه هذا يولاب الأمان هاد بيخلي السكر ما يهبط سرعة حتى لو إزاء الدواء بغير حالته لأنه نحن بنعطي الأدوية ما حتى لو كنا كتير شاطنين بالتركيز المعطاط يعني إلا ما يجي حالي مثلا باليوم يكون نعطي تجرع أعلى من اللازم للسكر فتلاقي إياها بتسكره إيا بالسماء سكره فالكاليسيوم بيساعدنا بيعمل حالة التوازن يعني واشبه فيها مثلا جبن ملح قليل بالليل لبن مع عصرة ليمون هذا لازم يكون أولا لأنه شو بتعاطى بيصير أولا محمي بيقدر يشبعه والنوطة الثانية عندك ياه ما بتلاقي حاله فرق من أرض للسماء فإنحنا شو كنا عم نحكي إنه أول شي لما عند السكرتك تحط له كل ثلاث ساعات وجبة لك أنا ما بحبها هاي لصة أنا هاي اسمها الفلسفة البالية لأنظمة السكري أنا بقول للإنسان حتى كان بفترة الحياة السابقة الأول يعني أول ما رجزوا للإنسان بعصر الكهف ما كان عنده شي اسمه ثلاث وجبات كان تصوري ياكل وما يعرف إمتى الوجبة الثانية قد يجوز تجي إذا ما استطاد سيته بعد أسبوع ياكل فنحنا مو معدين إنه نحنا كل يوم لازم عنا يكون نحنا عنا باللاوعي لازم يكون عنا ثلاث وجبات باليوم بس هو مو ضروري مو ضروري أبدا الإنسان الخلق مو لا ياكل يعني أكيد طبعا بكل الأحوال أنا دكتورة بقي معي بس حوالي أربع دقايق فمن فضلك إذا فينا نركز لمريد السكري على عناصر معينة إلا الكالسيوم كتير مهم الكالسيوم أهم شي ليلة تماما حتى ما يهبط ويرتفع السكر بشكل هاي تمام الشيء العلاجي لأنه كمان بدي يعالج الهي أحلى شيء للمريد السكر مادة اسمه البان الدكر مادة البان الدكر بترجع بتنشط وظائف البنك رياس لإفراز أنسورين طبيعي البان الدكر كيف بدي يأخذها؟ البان الدكر هي مادة عند العطار الموجودين بيضحنوها عندي إياها إذا ما بيدروا على طعمتها بيعبوها كالكبسول وبيشربوها حلو يعني بمعدل معلقة سف صباحا معلقة سف مساعد بتساعد بتساعد شغلتين البنك رياس والكبيد على تنظيم توازن اسمه انتظام السكر هاي علاجية للمريد السكر ومو بالشرط أنا إذا صار لا سمح الله معي سكر إني طول عملي ضل معي سكر ثالث شي عندي يا أهم شي بي 12 فيتامين بي 12 مشان الأعصاب هذا مو بس قصة ياخدوا بالسف سف لأنه أكله كحب بيفتح الشهية طعم فنحنا مو غلط نحنا كل شهر ياخدوا قبرة عندك يا بيتامين بي 12 توريد بس مو نطلع من سفزة إذا انت بي 12 طبعك سليم ليش أنا عم أقول التحاليل مهمة إذا بي 12 طبعك سليم لا كتير تأفرض فيه لأنه قلوه جرعة سمية لكن إذا ناقصك فيتامين بي 12 يلا تيسر وبلش كل شهر أو كل أسبوعين إبرد فيتامين بي 12 بتنفض ونفض لمريد السكر الشغلة الثانية إذا انت ارتفع سكرك عالج ترتفع سكرك بالمي هلا أي شي واحد أنا طبخة نسيته على النار وتكسفته لح تتعقد أكتر من اللازم شو بتضيف لي أمي شوية مي شعب مي هذا اللي بيهبط السكر ما بده كتير حلول عميقة حلو والليمون المي والليمون خافض للسكر بشكل أسرع كمان وبينشط له الكلاوي لأنه مريض السكر كمان بيعاني مشاكل كلاوي تقول إنه صحيح مرض السكري للأطفال ما إلو علاج ابن بنتي حفيدة عمره سنتين أو إلو سنتين ما عم يعرفوا له دواء وعم بيقولوا إنه يدوم معه كل العمر تغذويا طيب مثلا إذا شوفي إذا صار من هذا الشي حياتي هلا أن إحنا بالفعل هلا ما له حل جزري حاليا حتى ما نكون نحكي نبلت من البحر طحيني هلا الفكرة فعلا المرض النوع الأول هو أصعب كتير من المرض النوع التاني بضيطة معتمد على الأنسونين بشكل ذا أقلمي مع حياته بس فيه شيء اسمه قياس وظائف البنكرياس إذا لسه عم يشتغل شيء اسمه 10% من بنكرياسه وفينا كمان نفعله إياها بمادة اسم البان الذكر للنوع الأول بيكون عنده مشكلة مناعية إنه الجهاز المناعي هاجم البنكرياس هداك الثاني لا ما بتكون هالمشكلة هي هاد فينا نصبت شوي المناعة بمواد اسمه أشباه كورتيزونات ربانية مثل مادة البان الذكر ومادة عرق السوس هلا أهم شيء بيتتاخذ للنوع الأول البان الذكر اللي حكينا عليه هدا بينشط له وظائف ما تبقى إذا كانت مدمر لأنه في كتير ناس ما بيعملوا معنا هالتحاليل هاي إذا عنده بقايا من البنكرياس لسه عم يشتغل فينا نفعله إياها وننقله على المقلي من عدم يعني من عدم اعتماده على الأنسونين على المقلي لكن في شيء كمان بتطور شيء اسمه زراعة جزر لانجرهانس وإن شاء الله على مدى فترة سنة سنتين إن شاء الله هتفوت على العمليات لأنه هاي عمليات هامة أكتر من عمليات قص المعدة وهي في شيء تاني بدي نبه عليه كمان عمليات ستيف على قد ما نحن نقول فيه لها أحاذار وهي وهادول عمليات قص المعدة وتحويل المسار كتير بفيده مريض السكر إذا كان عندي إياه في عنده بداني حتى ما كون يعني كمان خدمت ممضى السكر لأنه إذا كان خاصة تحويل المسار فهذا بتغني إنه ما بيدخل السكر أساسا لأنه ما بتلاقي إلا طاب منه نحن بلكي شي نهار على حسب وقت حضرتك دكتورة سواب نحكي عن عن هاي العمليات تغذويا بشكل خاص حتى لأنه الحياة دور تغذية كتير كبير فيما بعد إتمام هذه العملية جراحيا ونطلع بالسلامة كتير مهم الخطوة اللي بعدها هي الأهم يمكن فإن شاء الله بلكي هيك منتفق مع حضرتك حسب وقتك ومنكسب وجودك نور تينا يسعد لي صباحك وإنهارك مبارك يا رب العالمين أهلا وسهلا ومرحبا أخصائية التغذية الجميلة جدا دكتورة سواب الغبرة صباحا